مرحب فيكم مجدداً مشاهدين في آخر فقراتنا الحديث عن غزة ولربما فرغ في عقولنا صور عن ما هي غزة من دمار قتل هذا حقيقي ولكن بالمقابل هناك من يناضل بالكلمة والصورة في محاولة لنقل جمال وروعة غزة بسكانها، بروحها، ببحرها ومن خلال قصص متناثرة في أزقة شوارعها اليوم الصورة الحقيقية تتجسد من صوت قادم من شفا عمر شمال فلسطين يحصد كلمات من أرض غزة وألحان تطفو على كل المدن بعمل جديد للفنانة ريم تلحمي إطلاق ألبومها تحملني الليل كلمات خالد جمعة وألحان سعيد مراد واليوم ريم هي ضيفتنا في داخل استوديو الله صبحك بألف خير صبح خير يسعد صبحك كيف أصبحت؟ الحمد لله ميحة ركض من القطل يعطيك ألف ألف عافية يعني إحنا كنا كنا كتير نزعل لو ما لحقت بداية أول شيء نبارك لك بإطلاق الألبوم تحملني الليل يحملني الليل يحملني الليل وبنسمع عن فكرة هذا العمل الجديد الله يبارك فيك أهي ساعة صباحكم جميعا فكرة الألبوم يعني هي باختصار شديد هي موضوعها مدينة غزة المحاولة منها لإظهار المدينة بطريقة أخرى غير مألوفة يعني عادة أن يتحدثون عن غزة عندما تذكر غزة يعني نتذكر القصف الدمار الحرب، الدم، الأطفال، شهداء، انقسام تخطر على بالنا مجموعة كبيرة من الصور المظلمة في هذا العمل من روح أكتر لجوانب مضيقة من غزة لكلمات خالد جمعة من غزة خالد اللي مولود في رفح وعايش في غزة استحضر كلمات رائعة بتظهر الحب والجمال والحياة والفرح في المدينة ريم يعني أكيد أنا مش رح أحكي من خلفية كيف شخص بغني أو بعشق أغنيه ولكن دائماً نسمع أنه يعني الشخص بحشق كلمات اللي يغنيها بده يأخذ فترة أنت بعيدة عن غزة بعيدة عن هذا الأشي كيف قدرت تحسي وأدي حسيتي أنه فيه عطش حتى بالنسبة إليك في هذا الجهد حقيقةً أنا يمكن بعيدي جسدياً عن غزة يعني بس حقيقةً أنا مش كتير بعيدة عن غزة أنا بقول إنه لما هالقدي بتكون الكلمات عميقة توصف شيء أنت بتتمني فعلاً في داخلك تجاه مدينة زي مدينة غزة المحاصرة منذ سنوات والمغلق عليها والمهمة شي في أكثر من مكان بتصير أنت كمان علاجك مع الكلمات علاقتك مع الكلمات حياتك اليومية في التفاصيل الصغيرة في المفردات الدقيقة في الكلام في الحرف عمل لأشهر طويلة بين وبين الكاتب خالد جمعة هذا بيخليك تعرف غزة كتير منيح خصوصاً إنه هاي المدينة أنت متعلقة فيها بشكل أو بآخر يعني مدينة غزة تعني للكثير والمدينة لما بنحكي عن المدينة نحكي عن سكانها بنحكي عن أهلها بنحكي عن ناسها نحكي عن العيشين فيها فهو مش إشي جامد هو إشي كتير حي إشي كتير عايش عشان هيك مش صعب أنك تدخلي إذا عطيت نفسك المجال طبعاً يعني هادا النقطة اللي أنا بالنسبة إلينا كما ممكن تكون مؤثرة إنه في كتير أمور ممكن تكون مش صعبة إنت تحديتي ونحاول كل آياتنا نعمله ونخلقه حقيقةً على الأرض نتحدى كل الحواجز اللي فرضت علينا وصريتي كمان إنه يكون إطلاق القلبوم الأول من غزة أدي شريم بتحس إنه فيه قوة أيضاً اللي بدك تعملي اللي كتير ناس مش قادرة تعمله هو كتير ناس ممكن يعملوه على فكرة هو بس يعني لازم تعطي نفسك المجال إنه تروحي بهذا الاتجاه إذا كان من سلم أولوياتك الإشي مش مستحيل ولكن بده مثابرة بده كل الوقت شغل إنك تصري وتروحي للأشياء هلأ أكيد صعب وبالنفسي اللي أنت عم تحكي فيها هو وصف تمام عم تشوف صور لإليك وإنتي في غزة نقدر كمان أكيد نتابع الحديثة جميل كان الإحساس كتير رائع يعني وجودي في غزة وإطلاق الألبوم زي ما كنت أحلم بالبداية ما كنت متخيلة أنه يتحقق الحلم بهذه الصورة فاق كل التوقعات اللي كانت عندي أو عند زملائي في العمل عند خالد عند أصدقائي في غزة سعيد كان كتير حميمي وكتير حاضن وكتير محب وهذا الشيء اللي بلاقيه في غزة يعني بشكل فوق العادي غير طبيعي الناس كيف استقبلتك؟ كيف كان ردود الفعل؟ رائع ما بد أتحدث كتير عن هذا الموضوع لأنه ما في أي كلمة تصف يعني هذا الحب العظيم اللي أنا حسيته في غزة والحب اللي عندي موجود تجاه غزة شيء يعني يعني خلص عارف بفكر أنه واضحة المسائل ويهمني هلأ أقول أنه العمل أنجز أنه الحلم هذا طبعا أنك تظهري غزة كلنا كل اللي يشتغلوا في هذا العمل بداية من خالد انتقال لسعيد لتركيبة الألحان لجو الألحان وأكيد أنت سمعتش أشياء اللي في حياة في الأغاني في المكان اللي بتروحي فيه بتتأمل شوية أكتر في الحزن كمان في جانب ولكن في حياة موجودة في إرادة حياة هذا لا يمكن تجاوزه لا يمكن تجاهله في غزة فكل هذا أنجز أنا أشكر كل اللي كانوا داعمين لأن هذا المشروع أنه يطلع ويصير حقيقة واللي بهمني أقول أنه فيما بعد فيه أفكار تانية لازم تحقق كل الوقت يعني ما فيه توقف هون مش عملنا الألبوم وخلاص هذا هو أنا بنسبة إلي فيه استمراري كامل هاي الروح الرائعة واللي بتطلع على الموضوع من بعيد فيه رسائل كتير كتير رائعة وممكن إحنا نأخذها يعني في مناطق مختلفة في أجيال مختلفة فيه دروس رائعة من هالعمل بدنا نحكي كتير أسئلة لدينا كتير أسئلة نحكي فيها ولكن بدنا ننقلكم لأجواء توقيع أيضا الألبوم في مدينة رامالله كان قبل عدة أيام وإحنا شركنا ريم بهاي الفرحة خلينا نشوف مقاطع منا وراجعين أكيد خليكم معنا يحمل ملال ونجم سهل متغرب ومش راجع وأشوف في النار سماء وقمار ونور من الوجع طالع يحملني اللال يحملني اللال يحملني اللال ونجم سهل متغرب ومش راجع وأشوف في النار سماء وقمار ونور من الوجع طالع يحملني اللال وطني في الخلى الخالي وحالي مادري بحالي ونادي السراشك العالي في الخلى الخالي وحالي مادري بحالي ونادي السراشك العالي إلى إلي الصدق راجع عزي الله يحملني اللال يحملني اللال مادري بحالي هذا كانت إطلاق الألبوم في مدينة رام الله وأكيد في كتير ناس تنتظر أنه كمان يتم يكون هذا الألبوم موجود بالسوق صحيح هو بس فيه مسألة تسويق الألبوم اللي مش راح تكون مقلوفة يعني زي الأغان أو الأعمال الموسيقية التجارية اللي عادة بتلاقيها بأي مكان بكل مكان الأعمال اللي غير التجارية يعني شوي بدها مساحة خاصة لأنه يعني مش لأنه تكبر على الأعمال التانية لا ولكن الناس عادة مرحب فيكم مجددا مشاهدين في آخر فقراتنا الحديث عن غزة ولربما فرغ في عقولنا صور عن ما هي غزة من دمار قتل هذا حقيقي ولكن بالمقابل هناك من يناضل بالكلمة والصورة في محاولة لنقل جمال وروعة غزة بسكانها بروحها ببحرها ومن خلال قصص متناثرة في أزقة شوارحها اليوم الصورة الحقيقية تتجسد من صوت قادم من شفا عمر شمال فلسطين يحصد كلمات من أرض غزة وألحان تطفو على كل المدن بعمل جديد للفنانة ريم تلحمي إطلاق ألبومها تحملني الليل كلمات خالد جمعة وألحان سعيد مراد واليوم ريم هي ضيفتنا في داخل الاستوديو الله صبحك بألف خير صبح الخير يسعد صبحك كيف أصبحت الحمد لله ميحة ركض من القطلة رمال الله يعطيك ألف ألف عافية يعني إحنا كنا كنا كتير نزعل لو ما لحقت يعني توي بداية أول شي نبارك لك بإطلاق الألبوم تحملني الليل يحملني الليل يحملني الليل يحملني الليل يحملني الليل وبنسمع عن فكرة هذا العمل الجديد الله يدارك فيك أهي ساعد صباحكم جميعا فكرة الألبوم يعني هي باختصار شديد هي موضوعها مدينة غزة المحاولة مننا لإظهار المدينة بطريقة أخرى غير مألوفة يعني عادة يتحدثون عن غزة عندما تذكر غزة يعني نتذكر القصف الدمار الحرب الدم الأطفال شهداء الانقسام بتخطر على بالنا مجموعة كبيرة من الصور المظلمة في هذا العمل من روح أكتر لجوانب مضيئة من غزة لكلمات خالد جمعة من غزة خالد اللي مولود في رفحه وعايش في غزة استحضر كلمات رائعة بتظهر الحب والجمال والحياة والفرح في المدينة ريم يعني أكيد أنا مش رح أحكي من خلفية كيف شخص بغني أو بعشق أغني ولكن دائما نسمع أنه يعني الشخص بعشق كلمات اللي بغنيها بدي أخد فترة أنت بعيدة عن غزة بعيدة عن هذا الإشي كيف قدرت تحسي وقدي حسيتي أنه في عطش حتى بالنسبة إليك في هذا الجهل وحقيقة أنا يمكن بعيدي جسديا عن غزة يعني بس حقيقة أنا مش كتير بعيدي عن غزة أنا بقول أنه لما لما هالقدي بتكون الكلمات عميقة بتوصف شيء أنت بتتمني فعلا في داخلك تجاه مدينة زي مدينة غزة المحاصرة منذ سنوات والمغلق عليها والمهم شي في أكثر من مكان بتصير أنت كمان علاجك مع الكلمات علاقتك مع الكلمات حياتك اليومية في التفاصيل الصغيرة في المفردات الدقيقة في الكلام في الحرف عمل لأشهر طويلة بين و بين الكاتب خالد جمعة هذا بيخليك تعرف غزة كتير منيح خصوصا مرحب فيكم مجددا مشاهدين في آخر فقراتنا الحديث عن غزة والربما فرغ في عقولنا صور عن ما هي غزة من دمار قتل هذا حقيقي ولكن بالمقابل هناك من يناضل بالكلمة والصورة في محاولة لنقل جمال وروعة غزة بسكانها بروحها ببحرها ومن خلال قصص متناثرة في أزقة شوارعها اليوم الصورة الحقيقية تتجسد من صوت قادم من شفا عمر شمال فلسطين يحصد كلمات من أرض غزة وألحان تطفو على كل المدن بعمل جديد للفنانة ريم تلحمي إطلاق ألبومها تحملني الليل كلمات خالد جمعة وألحان سعيد مراد واليوم ريم هي ضيفتنا في داخل استوديو الله صبحك بألف خير يسعد صبحك كيف أصبحت الحمد لله منيحة ركض من القطلة يعطيكي ألف